النهاردة هتكلم عن أمبولاية تكسيف الشعر من إكرينيل أنا استخدمت المنتج ده كذا مرة من ساعة أول مرة في سنة 2011 رشحت قولي دكتورة لعليك تراجع الشعر الأمامي عندي والحد السنة اللي فاتت جبته كتير حتى بشكله القديم جربته مكوناته هي عبارة عن مجموعة من الزيوت زي زيت الماكاديميا وبزور الكاملينة وبزور العنب وفي أحمد أمينية من الحرير بالمناسبة أنا لاحظت في منتجات كتيرة تكسيف الشعر أنهم بيستخدموا زيت بزور العنب لو حد جربوا وكان شايفوا فعال ياريت يقولي في التعليقات عشان بفكر برضو أجيبوا المنتج كنتيجة بيجي معي نتيجة قوية جدا من أسبوعين تلاتة ببتدي شوف تنبيت للشعر وبيبي هير بيطلع أنا بستخدمه بس على مساحة محددة اللي هي تراجع الشعر من الجنب ناحية ما بفرق شعري وما كنتش بحتاج يعني يجري أن أنا استخدم بس أربع أمبولات في المرة وكان بيرجعني شعري تاني العبوة هي 8 أمبولات والأمبول نفسها صغيرة قوي 5 ميلي بس بس نظرا لإني كنت باستخدمه على مساحة صغيرة فكان الأمبول بيكافي معي أستخدمه مرتين هما كاتبين على العبوة طريقة استخدام معينة اللي هي تبقى الموضة 3 شهور بس أنا كنت باستخدمه مرة كل خمس أيام أو أسبوع وبسيبه على الشعر من ساعة لساعتين هما قالين إنه لازم يتساب على الأقل نص ساعة وبعدين نقصر شعرنا وممكن حتى تربطه شعركه وتناموا بيه وتخسروه الصبح اللي بيحب يعني يعمل كده أنا بالنسباني مع التكرار كنت بقى تشوف النتيجة اللي أنا عايزاها وما كنتش بحتاجة استخدمه كذا مرة في الأسبوع ولا حاجة والنتيجة بتاعته صبتة فترة طويلة وما كانش شعري بيقع بعد أن بوقف المنتج وهو زيت بس خفيف وعن نفسي ما سبب ليش أي قشرة وكان بتشتف من الشعر بسهولة من أول جسلة ميزة إنه معمول الأنبولات كمان إن المنتج بيفضل مقفول وصنحيته 3 سنين فدايما كنت باستخدم أربعة وبشيل البقين أستخدمهم أي وقت تاني لما حس إنه هيبتدي يحصل تراجع تاني للشعر والأنبولة ما تفتحوها وتبقى فيها شوية نازم تسدوها من الهوى بالغطى اللي هتلاقوا بغطى بلاستك كده بيجي معاها لإن لو سدتوها مفتوحة في الهوى بتنشف طبعا عيوبه هي بس إن كميته صغيرة جدا من مقاتم بتمنه هو يعتبر من أغلى منتجات تكسيف الشعر المتاحة عندنا للأسف هو ناقص دلوقتي بس آخر سعر ليه كان 1400 جنيه وكمان أكيد هيفضل يزيد يعني أنا بحاول أجرب حاجات تانية أرخص بس لحد دلوقتي شايفة دا كان معايا هو منتج بينبت شعر في الفراغات واللي هيستخدمه بقى على كل فروط الراس يبقى يعمل حسابه إن الأنبولة الواحدة ممكن ما يكفيش حتى كل فروط الراس وكان يضطر يجيب كزعيل بقى فاللي مش هيقدر من الأول إن هو يشتري كل دا يخلي استخدامه على مساحات محددة زي مثلا أنت راجع شعر من مقدمة الراس أو في الفرق علشان يستفيد من الكمية وينحق يشوف منها نتيجة شاشوا اشتراك في القناة عشان توصلكم لتقييمات الجانب منتجات العنية ببشرة والشعر